فتلاقي الناس كلها متضيئة كل الناس متضيئة من الحكام أنا جاء من كم يوم كنت بعرض كل البيانات كل الاندية تقريبا طلعي ببيانات ضد التحكيم تقريبا يعني مش كل البيانات صح أنا متفق معنا في بيانات مثلا في أخطاء بنقول في أخطاء لكن في بيانات ما فيش أصلا وردين عليها من خلال لجنة الحكام والناس اختنعت في عندي اختنعت بالرد ايه هنتم بترد على الاندية مش بتشوف البيان ده كده وطول مش دعو لا لا في بيانات واتحاد الكرة مكلف مصر بريرة انه بيرد وراجل بيرد وانتهى الصراحة يعني طيب ليه بالمناسبة احنا كإعلام او كجماهير ما نشوفش التوضيحات دي يعني ليه مثلا وانا كلمت معاك في القصة دي قبل كده ليه الحكام مثلا ما تطلعش بيان بعد المباراة تقولوا الله احنا شاهدنا هزا المباراة وكان فيه الخطأ الفلاني وانا اعترف بهذا الخطأ وخلصنا ونهدي الأجواء كلها ده بيحصل في أوروبا يعني تعمل أخطاء والأندية بتعمل أخطاء والمدربين بيعملوا أخطاء لان ده أنصر بشري موجود لكن بس احنا مشكلتنا هنا اللي احنا بناخد الخطأ البشري للحكم ونعتبره ان ده حاجة جديدة ازاي أخطأ ازاي بقى فيه خطأ طبعا بقى فيه أخطأ موجودة وموجودة الأخطاء في كاس العالم واليورو وكل البطولات والكلام ده كله احنا حتى يما حسبنا لقينا اللي احنا كنا من أسبوع كده بنعمل أحصائية ماتين تلاتة وسبعين من وراه فيه تمن تسع مطشاط فيه أخطاء مؤسرة أصرت هاتيك في المباريات لأنها نسبة قياسا ببعض الدول اللي موجودة اللي احنا كانت فيه مقارنة بيننا وبينهم لأ احنا احنا احسن دول زي مين ربية يعني يعني حتى مصر قالك أنا وانا في البرتغال وفي اليونان فات نسبة الأخطاء أعلى من كده احنا الأخطاء عندها التحكمة أعلم البرتغال واليونان اه خلي بالك أنا مش عايز بس أسكر دول فيه دول فيه أخطاء كبيرة جدا موجودة في الدوريات سواء الدول العربية ودول الأوروبية فالأخطاء موجودة اه بنعترف ما بنهربش لكن الأخطاء قياسا بالأخطاء اللي موجودة في الدول التانية لا أخطاء مقبولة بتحبوش تعلنه عشان حسينه الإعلان دوت ممكن يعني ينرفز الناس أو يعصوهم أكتر؟ هو دايما الاتحاية الدولي بيميل ان انت متعلنش أنا أنا مش مع الكلام ده بس الدوليات كبيرة ده الدول الأسباني بيعلنه عادي الدول الإنجليزي بيعلنه عادي مش بكلمك على عقوبات حكام أنا بكلمك انه كان في خطأ في احنا شفنا انه في خطأ في المباراة دي بس احساس ان انا كمشاهد أو مشجع انه ناجد الحكام معايا احنا خلي بالك شافوا اللي احنا شفناه احنا من ضمن الردود اللي كانت فيه حاجات وقالنا ده كان فيها خطأ ودي ما فيهاش خطأ ده رد على الأندية اه رد على الأندية طبعا اه انا بس بكلم لك دايما عقاية التفل معك كبيرة محمد او يعني مش بكبيرك عادي بس اقصد انه الجمهور كمان محتاج يعرف يعرف انه لجنة الحكام شافة اللي احنا شايفينه فأي مباراة بس انتها تقول لي اه انا شفت يا كريم اللي انت شفت دوت احنا فيه خطأ في المباراة دي بس خلي بالك انا معاك وانا من ضمن الناس اللي هي بتايد هزي الفكرة بس ساعات انت بتاخد الجمهور الجمهور ساعات بتاخدها بحسية وبتاخدها بقى صالح نادي ضد نادي والكلام ده كله فانت بتبعد عن البلبلة والمشاكل يعني بترايح دماغك لا مش عايزين بس عايزين الشغل في أهدى شوية صح لجنة الحكام الحالية برئاسة بريرة شايفها لجنة نجاح عايز اقولك على حاجة بس فضل انا هاخدك من اسبوع طلع احدى المسئولين اه في برنامج اه واتكلم على المصريين اللي مع مستر برافل اول باسلو مسئول كان مسئول حكام اه كان مسئول في لجنة التحكيم وقال المصريين ومش المصريين ما بيعملوش حاجة المصريين الموجودين كلهم بالكامل اسماء نظيفة المصريين اللي موجودين في اللجنة اسماء نظيفة حط تحتها خمسين خط اه عنهم مش مكسورة بيشتغلوا حتى لو عندهم اخطاء لكن ما عندهمش حسابات دي النقطة الاولى نقطة التانية يما سألوا قالوا اصل الكابتن محمد فاروق خرج وقال اشاد بمصر برير اه اولا انا ما عارفش حاجة اسمها اخيانة يما بشتغل معاها احد بشتغل معاها بمنتهى الحب طوال الفترة اللي موجود فيها فيما اطلع اشكر واقول والراجل ليه ايجابيات هو ده مش عيب وقال لك اصل رأيه وبعدين يما قال له بس الكابتن محمد فاروق اسم كبير وتاريخه بتاع قال له يا ماشي انو الناس عايزة تشتغل اه لا